في مقابلة مع جريدة كورييري دي لسيرا الإيطالية أكد رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد أدبيبا على عزمه لتسهيل عملية الانتقال السياسي في البلاد ودعم تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في كانون الأول ديسمبر المقبل منوها إلى احتمالية خوضه لهذه الانتخابات وبالرغم من أن عملية التغيير التي شهدتها ليبيا منذ 2011 أدبيبا أعرب عن قناعته من إمكانية توحيد البلاد مجددا مشيرا إلى أنه تم إنجاز 80% من ملف توحيد المؤسسات في أقل من شهر مثل وزارات الحكومة المختلفة والبرلمان والمصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط رئيس الحكومة الليبية أكد على ضرورة جلوس الأوروبيين على طاولة المفاوضات لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وحماية حدود الطرفين مشيرا إلى أن مشكلة الحدود بين الجانبين جيوسياسية وأمنية وإنسانية وفي سياق متصل وخلال اجتماع عبر الفيديو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جدد وزير الخارجي الأمريكي أنطوني بيلينكين تأكيده على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية وشدد بيلينكين على أهمية إجراء الانتخابات الليبية بموعدها المحدد في كانون الأول ديسمبر المقبل مؤكدا على مواصلة التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وبين المنظمة الأممية بهذا الشأن ترجمة نانسي قنقر